ما هو فضل الصيام يوم عاشراء؟ وما كيفية الصيام هذا اليوم؟ لماذا لا يصوم الشيعة يوم عاشراء؟ وإيه أهم الأعمال اللي بيهتموا بيها في ذلك اليوم؟ وإني لأعجب ممن يبكون ويلطمون على الإمام الحسين الآن وأجدادهم هم الذين قتلوا إني أحب أبا حفص وشيعته كذا أحب عتيقا صاحب الغاري وقد رضيت علي سيدا حكما وما رضيت بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة ساداتي ومعتقدي فهل علي بهذا القول من عاري؟ يوم عاشراء أظهر الله عز وجل فيه الحق وأزهق الباطل في مشهدين مهمين جدا تابعونا السلام عليكم ورحمة الله من المعلوم للجميع أن الله سبحانه وتعالى فضل بعض الأيام على بعض ومن هذه الأيام المفضلة عند الله سبحانه وتعالى يوم عاشراء وهو يوم العاشر من شهر الله المحرم الذي نحن فيه الآن ومن المعلوم للجميع أيضا أن الصيام يوم عاشراء كانت تصومه اليهود وكانت قريش تصوم ذلك اليوم وكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يحرص أشد الحرص على صيام ذلك اليوم ومما يؤكد على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صيام يوم عاشراء ما نقله سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حينما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحر صيام يوم فضله على غيره من الأيام مثل هذا اليوم أي يوم عاشراء وأيضا السيدة ربيع بنت معوذ رضي الله عنها كانت تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل غداة يوم عاشراء يعني في صبيحة يوم عاشراء إلى قرى الأنصار في المدينة المنورة يقول لهم من أصبح منكم صائما فليتم صومه أي في يوم عاشراء ومن أصبح مفطرا فليمسك بقية يومه يعني يمتنع عن الطعام والشرب بقية اليوم حتى يتشبه بالصائمين وكل ده يؤكد على حرص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على صيام ذلك اليوم واحد من المشاهدين حيسأل ويقول لي طب لو صمت اليوم ده حاخد أجر إيه حقول لك نفس السؤال ده تسأل لحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يسأله عن صيام يوم عاشراء فقال له صلى الله عليه وسلم إني أحتسب على الله تعالى أن يكفر السنة التي قبله يعني صيام يوم عاشراء يكفر ذنوب سنة أبله كاملة من الصغائر إذا اجتنبت الكبائر كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر أو كما قال صلى الله عليه وسلم يبقى إذا فضل صيام يوم عاشراء يا مسلم إنك لما تصوم اليوم ده ربنا يكفر لك بسبب الصيام ذنوب السنة اللي فاتت كاملة وعندك قبل كده صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين سنة فاتت وسنة مستقبلة فهنيئا لمن صام ونوى بذلك الأجر الكبير الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم لكن هنا السؤال الأهم كيف نصوم يوم عاشراء وعايز حضرتك كده تركز معايا وتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم عشان أقولك إن الصيام يوم عاشراء لأربع درجات أو أربع مراتب ركز معايا فيهم كده أول درجة إنك تصوم يوم عاشراء بس يوم العاشر من شهر الله المحرم وفقط وده أجره زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكفر ذنوب سنة ماضية المرتبة التانية إنك تصوم يوم العاشر ومعاه يوم التاسع كمان اللي هو تاسعاء وعاشراء ودي أفضل مرتبة في الصيام عشان تاخد على يوم عاشراء أجر تكفير السنة التي قبل ويوم تاسعاء لأن حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم لما صام يوم العاشر من شهر الله المحرم جاءه الصحابة وقالوا له يا رسول الله إن اليهود يصومون ذلك اليوم ويعظمون ذلك اليوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لإن بقيت إلى قابل يعني العام القادم لأصومن التاسع والعاشر ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صعدت روحه إلى السماء قبل أن يصوم ذلك يبقى أفضل مرتبة إنك تصوم التاسع والعاشر أما المرتبة الثالثة أيها المسلم إنك تصوم يوم العاشر ويوم عاشراء ويوم بعده يعني يوم الحادي عشر وهذا أيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حينما قال خالف اليهود فصوموا يوما قبله أو يوما بعده دي المرتبة رقم ثلاث أما المرتبة الرابعة والأخيرة أن تصوم يوما قبله ويوما بعده يعني تصوم ثلاثة أيام تاسعاء وعاشراء والحادي عشر وهذا ورد في حديث لكن العلماء قالوا عن هذا الحديث أنه ضعيف حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا يوما قبله ويوما بعده وليس أو وإنما يوما قبله ويوما بعده لكن الحديث ضعيف ومن أراد أن يفعل ذلك أيضا فلا بأس يصوم الثلاثة أيام فهذه هي الأربعة مراتب التي يجوز صيام يوم عاشراء فيها إما أن تصوم عاشراء فقط أو عاشراء وتاسعاء أو عاشراء والحادي عشر أو تاسعاء وعاشراء والحادي عشر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم يوم عاشراء هو من الأيام التي لها فضل عظيم جدا وقديم فقد كان سيدنا موسى عليه السلام يصوم ذلك اليوم وكان أهل الكتاب أيضا يصومون ذلك اليوم بل إن أهل الجاهلية وقريش كانوا يصومون ذلك اليوم ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحافظ على صيام ذلك اليوم واقتدى به المسلمون ما عدا الشيعة لكن السؤال هنا لماذا كان سيدنا موسى عليه السلام يصوم يوم عاشراء كلنا يعلم لأن الله سبحانه وتعالى نجى فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون وقومه بعد أن تبعوا سيدنا موسى عليه السلام وأرادوا القضاء على دعوة الله سبحانه وتعالى في الأرض ثم جاء أهل الكتاب بعد ذلك الذين آمنوا بسيدنا موسى عليه السلام وكانوا يصومون يوم عاشراء وكانوا يصومون ذلك اليوم شكرا لله سبحانه وتعالى الذي أنجى موسى فيه وقومه من الغرق لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشراء فسألهم عن صيام ذلك اليوم فقالوا ذاك يوم أنجى الله فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى عليه السلام شكرا لله ونحن نصومه شكرا لله تعالى على نجاة موسى فكان أهل الكتاب من اليهود يصومون ذلك اليوم اقتداءا بنبيهم موسى عليه السلام بل إن أهل الجاهلية وقريش كانوا يصومون ويحرصون أيضا كل عام على صيام يوم عاشراء عارفين ليه؟ ببساطة كما ورد في بعض الكتب أن قريشا أذنب الذنبا وعظم ذلك الذنب في صدورهم فقرروا أن يكفروا عن هذا الذنب فقرروا صيام يوم عاشراء فجعلوا يحرصون على الصيام في ذلك اليوم ويكسون الكعبة المشرفة في ذلك اليوم تكفيرا لذنبهم وقيل إن قريش كانت تصوم ذلك اليوم لأنهم أخذوه عن الأنبياء السابقين مثل سيدنا إبراهيم عليه السلام فجعلوا يصومون ذلك اليوم اقتداءا بمن سبقهم وربطوا بين تعظيم صيام يوم عاشراء وبين كسوة الكعبة فكانوا يعظمون البيت الحرام ويكسون الكعبة المشرفة في ذلك اليوم أيضا ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصوم يوم عاشراء اقتداءا بسيدنا موسى عليه السلام لذلك قال النبي لليهود لما سألهم عن صيام ذلك اليوم نحن أحق بموسى منكم وأولى بموسى منكم فصام النبي يوم عاشراء وأمر الناس بصيامه بعد ذلك ثم أمر النبي بمخالفة اليهود فقال صوموا يوما قبله أو يوما بعده حتى نخالف اليهود في ذلك كل هؤلاء الذين ذكرناهم كانوا يصومون يوم عاشراء وذكرنا سبب الصيام عندهم لكن ظهرت بعد كده طائفة الشيعة الذين أفتوا بكراهد صيام يوم عاشراء المسمى عندهم بعاشراء الحسين لأن الحسين بن علي رضي الله عنهما قتل في ذلك اليوم في عهد يزيل بن معاوية في الدولة الأموية فلما قتل جعلوا ذلك اليوم لا يجوز فيه الصيام وأفتوا بذلك وأعلنوا هذا الموقف وقالوا أننا نمتنع عن الطعام والشرف في ذلك اليوم حزنا وألما وبكاء على قتل الحسين بن علي وليس صياما واستنانا بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقالوا أيضا أن من يمتنع عن الطعام والشرف في ذلك اليوم يشرب بعض الماء بعد العصر حتى لا يتشبه بالصائمين تخيلوا الأمر وصل عندهم لكده ومن عادتهم أيضا في ذلك اليوم غير ترك الصيام أنهم يكثرون الحزن والضرب الشديد واللطم الشديد على أكسادهم حتى تسيل الدماء منهم ادعاء منهم أنهم يحزنون على قتل الحسين رضي الله عنه ويذهبون إلى العتبة الحسينية في كربلاء ويكثرون البكاء حزنا على قتل الحسين مع أنهم هم أول من انفض عنه في الكوفة وتركوه وتخلوا عنه حتى قتل في عهد يزيد بن معاوية هذا وتاريخ صيام يوم عشراء من أول ما بدأ من عهد سيدنا موسى عليه السلام إلى نهايته عند الشيعة يوم عشراء هو من الأيام التي أظهر الله عز وجل فيها الحق وأمات الباطل فقد نجى الله عز وجل فيه موسى عليه السلام من الغرق وأغرق فيه فرعون وقومه وأيضا نجى الله عز وجل فيه نوحا عليه السلام واستوت فيه السفينة على الجودي وهذا الكلام ثابت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ففي الحديث المتفق عليه أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومون يوم عشراء أي يوم العاشر من شهر الله المحرم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سائلا ما هذا اليوم الذي تصومون فقالوا ذاك يوم أنجى الله عز وجل فيه موسى وقومه من الغرق وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا لله سبحانه وتعالى ونحن نصومه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه اقتداءا بسيدنا موسى عليه السلام وشكرا لله على نعمة نجاة موسى عليه السلام وقومه من الغرق وورد أيضا أن سيدنا نوح عليه السلام كان يصوم يوم عاشراء شكرا لله سبحانه وتعالى وورد ذلك في مسند أحمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أن يوم عاشراء هو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي سفينة نوح عليه السلام على الجودي فصامه نوح شكرا لله سبحانه وتعالى والحديث حسنه بعض العلماء ونقل هذا الحديث ابن كسير في كتاب البداية والنهاية عن قتادة وغيره رضي الله عنهم لكن ورد عن بعض العلماء أن هناك أحداث عظيمة أخرى حدست في ذلك اليوم في يوم عاشراء لكن للأسف الشديد كل الأحاديث هذه التي ذكروها موضوعة وحكم عليها العلماء بالوضع ولا تصح أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحداث مثلا أن يوم عاشراء هو اليوم الذي تاب الله فيه على آدم وهو اليوم الذي رفع فيه إدريس مكانا عليا وهو اليوم الذي نجى فيه إبراهيم عليه السلام من النار وذكروا أيضا أنه اليوم الذي أنزل الله فيه التوراة على موسى عليه السلام وأنه اليوم الذي أخرج الله فيه يوسف من السجن ورد إلى يعقوب بصره وهو اليوم الذي فدى فيه إسماعيل من الذبح وكشف عن أيوب البلاء وأخرج يونس من بطن الحوت وهو اليوم الذي غفر فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكل هذه الأشياء لم تصح أبدا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل قال العلماء كل هذه الأحاديث سندها تالف وموضوعة ولا يصح منها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ونكتفي بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحيح السنة ونصوم يوم عاشراء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكرا لله على نعمة الإسلام وعلى نجاة موسى عليه السلام فنحن نؤمن بكل الأنبياء والرسل لا نفرق بين أحد من رسله الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله جاء سؤال على الصفحة بتاعتنا بيقول بنشوف في أيام عاشراء بعض الناس يلطمون ويبكون على مقتل الإمام الحسين ماذا نفعل؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أنه لا لطم عندنا في الإسلام وسيدنا رسول الله تبرأ ممن يلطمون الخدود ويشقون الجيوب ويدعون بدعوى الجاهلية فقال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية ليس عندنا لطم في الإسلام النبي لما مات ولده إبراهيم بكى وقال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون وإني لأعجب ممن يبكون ويلطمون على الإمام الحسين الآن وأجدادهم هم الذين قتلوه وهم الذين سلبوه الثيابة وهم الذين فصلوا رأسه عن جسده سيدنا الإمام الحسين سيد شباب أهل الجنة نحب الحسين ونحب علي ونحب فاطمة ونحب أم المؤمنين عائشة ونحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أحب أبا حفص وشيعته كذا أحب عتيقا صاحب الغار وقد رضيت علي سيدا حكما وما رضيت بقتل الشيخ في الدار كل الصحابة ساداتي ومعتقدي فهل علي بهذا القول من عاري رضي الله عن الإمام الحسين بن علي نترضى عليه وعن سائر الصحابة وعن أهل البيت وعن أمهات المؤمنين وعن زوجات النبي رضي الله عنهن جمعوات ونتقرب إلى الله بحبهم جميعا لأن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال الله له في القرآن قل لأصحابك قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى نجدد الحب لأهل البيت في هذه الأيام المباركة لا بلطم الخدود ولا بشق الجيوب ولا بفعل ما يفعله هؤلاء وإنما نترضى عليهم جميعا ونتقرب إلى الله بحبهم جميعا في حب أهل البيت ذوبنا الهواء والناس تحسدنا على هذا الجواء من لم يذق طعم الغرام وشوقه قد عاش لا يدري ومات كما هو اللهم املأ قلوبنا بحب رسول الله وبحب آل بيت رسول الله وبحب أصحاب رسول الله وبحب أزواج رسول الله واحشرنا معهم وإن لم نعمل بعملهم اللهم أمين يا رب العالم ما قلوبنا بحب ذلك فهي لا ي superstições